أخيراً لفريزال فيربس جننتنا إيش جصتها مش عارفين نزبط معاها يا سبيت أبركي بطريقتك الله يهديك تحطنا إياها بطريقة إنها جننتنا يلا شوف ما بحط بهذا الفيديو وقع القلم ما يخرش المية لفريزال فيربس حباب قلبي يسود سبيت أهلا وسهلا فيكم الله مصلي وسهلا مبارك على سيدنا محمد أنا عارف إنه كتير منكم أول ما شاف عنوان الفيديو اليوم قال لك آه أخيراً أخيراً آه بعرف كتير عم بتزنوا علي وكن دايماً أول أخرها إنه مش بتأكد إنه في ناس كتير تعال نشوف اليوم درس هو الفريزال فيربس إيش يعني الفريزال فيربس اللي هم معنيين بالعربي إما بيقولوا عنها الأفعال المركبة سمعت ناس بيقولوا إحنا أفعال نقصة مش غاف ليش مهم أفعال مركبة أو اسمها أشباح الجمل الفعلية يعني إما من اسمها فعل مركب يعني ليست فعل لحاله وهي ليست جملة كاملة بين الاثنين رح أشرح لك إياها اليوم بطريقة ما تخرش المية كيف تفهمها وتحفظها وما تغلطش فيها ركز معي زي الأسد يلا بسم الله هذه السيدة هانم كاتيجوري تحت فريزال فيربس هي مجموعة أشباح الجمل أو أفعال مركبة إيش يعني أفعال مركبة إيش يعني فريزال فيرب كل الضجة هذه بشكل بسيط جداً هي عبارة عن هي عبارة عن فعل وزودنا عليه إما حرف جر أو زودنا عليه حال أو زودنا عليه لتنين حرف جر زائد حال فتغير المعنى تماماً بعض الأفعال المركبة لما حطينا حطينا بعده حرف جر أو حطينا بعده حال أول اثنين تغير الفعل على آخر وبطل أصلاً غلط جداً تعالنا أخذ أمثلة ونشوف مع بعض بس عشان أنا ما غلطكاش حروف الجر سهلة لإلنا كلنا يا أستاذ زي مثلاً والله هذه كلها حروف جر طيب إيش الحال؟ هم تقريباً هم حروف جر أربعة بس نحن متعودين نعرفهم كحروف جر وليست كحال هم أربعة بتيجي كحال وبتيجي كحرف جر بمعنى حروف الجر اللي بتعرفها كلها تأتي فقط كحروف جر ولكن في أربعة منهم هم أشهرهم هذول الأربعة ما بيجوش بس حرف جر ولكن بيجو حرف جر وبيجو كمان حال شو هم هذول الأربعة عشان ما دلاخططش فيهم؟ هذا هم with و up و off و out ما قلتش of و out هذول الأربعة بينفع يجو حرف جر وبينفع يجو حال بقيين اللي بنعرفهم بحروف الجر بيجو بس حرف جربة بنفع يجو حال تعال ناخد أمثلة على الست هانم هذي الكاتيجوري فعل grow ايش يعني grow لحال الفعل grow ينبت أو يكبر اه او يكبر او يزرع او يكبر او ينبت grow حطيني معها grow up ايش يعني grow up grow up لما بيقول عن الصغار بدهم يكبروا كبروا في العمر فبقولك ايش grow up ايش يعني؟ ايش يعني اكبر 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 يعني اكبر خلاص اكبر كبرت انت خلاص صرت راجل كفعات هذه هي grow up اه والله ولا دي go they grow up اه they grow up كبروا اه قاعدين يكبر اذا grow up صرت معناها الى علاقة في كبر العمر we are growing up قاعدين منكبر بالعمر طيب ناخد واحدة تانية look ايش يعني شوف كيف يختلف الان طلا look معناها ينظر مصبوط look شوف ينظر لما حطيت بعدها for تغير المعنى عارف ايش صار معناها هات ناخد قلم خطه خميل خطه واضح عشان اعارف دلعتكم كتير وانتم تحبوا انا دلعتكم زيادة نلون لكم look ينظر لما حطيت بعدها for اختلف المعنى ايش صار معناها؟ صار معناها هذه كلها صار معناها يبحث صار معناها ايش؟ يبحث يبحث شوف كيف من ينظر ليبحث ليش؟ look for بمعنى يبحث عن يبحث عن او هي اصلا يبحث ويبحث عن بس اوكي تعالني اجي لك كلمة pass كلمة pass هو فعل بمعنى يعدي I am passing you انا عديت عليك وانت ماشي I have passed the exam انا عديت الامتحان يعدي يكون واحد واقف وانت عديت عليه او عديت على امتحان او عديت شغلة وبنفع تقول I pass the ball من فيكم يلعب كرة؟ pass the ball يعني يمرر الكرة يمرر الكرة او يعدي حاجة قل عنها pass بس لما خليتها في الماضي passed away ايش بيصير معناها؟ مين بيعرف حل صوتك؟ معناها يمات مات الله يرحم مات تسألوا how is your dad؟ وقلك oh he passed away last year مثلا oh he has passed away مات اذا pass the way من pass away يموت هنا في الماضي مات طلع من يعدي او يمر صرفت موت اختلف اختلف ايش بيقول عنها في المركبة او شباه جمل طيب speak ايش يعني speak speak يعني يتحدث طيب حطيت لها up صارت speak up ايش يعني؟ بتكون انت بتتكلم بس صوتك واطي او كلكم سكتين والاستاذ بيسألكم سؤاله كلكم سكتين ويقولك ها speak up ايش يعني speak up هيا تكلم علي صوتك ها؟ تكلم تحدث علي صوتك ارفع صوتك يعني كين كلكم سبقولك سمعني صوتك ها؟ زي ما بيقولك سمعني انا بحب دايما الترجمة هادي سمعني صوتك سمعني صوتك او علي صوتك او حتى معناها كأنه ولا واحد كلكم سكتين ما حدش فيكم بتكلام بيقولك ها تحدث سمعني صوتك غرد ها؟ غرد سمعني صوتك طيب give give ايش معناها لحالها؟ give معناها يعطي give طلعوا لوين الاختلاف give give me this اعطيني هادي give me a piece of chocolate اعطيني قطعة شوكولات لكن لما قلت give up ايش صارت معناها؟ صارت معناها يستسلم ايش؟ اه يستسلم ايش بتقول يا سبيتة؟ اه والله عظيم هيك هذي معناها يعطي بس give up معناها يستسلم كلكا do not give up هذول تعين التنمية البشرية اكتر كلمة حافظينها اكتر من اسمهم don't give up you should not give up don't ever give up تستسلمش اذا give صار يعطي لما حطيتها give up صارت يستسلم بوم اه تعالى نشوف البقين هذول ايش يعني give؟ توقلناها give معناها يعطي لما حطيت لها back ايش صارت؟ ممكن تحزروها هادي ايش بتصير؟ رجعلي give it back رجعها لي هيا هيا رجعها 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 give it back to me رجعلي اياها give it back to me اذا give back يعيد او يرجع يرجع او يعيد give back I will give it back to you رح رجعلك اياها رح رجعلك اياها اوكي؟ طيب hang معناها يتشعبط او يتمسك بحاجة hang بذكرك hang on hang on حطيت on صار hang on hang on hang on hang on معناها انه انت استنى شوية زي ما وصل ما اقولك على الخط انت تصل بحاجة تليفون يقولك hang on hang on يعني جاي من ايهو التليفون هي ايجا زمان التليفون كان بتضل لازم تركب السماعة ضلك حامل السماعة بكون التليفون هنا بتسحب وفي سلك وجوزة بتاخدها عادنا بقولك hang on يعني خليك ماسكها الهانجر هادي خليك ماسكها بقولك hang up ثكه بس hang on يعني خليك معي ع الخط او احيانا انت بتكون تتنقش انت واحد فهو بقوله حاجة والتي تنصدم سنة وسنة وسنة هنا اوقف عندك إذن هذه معي على الخط على التليفون تبقى استنى واقف هنا اعرفنا ما معناها؟ طيب ظل معانا اخر اربعة مطولناش عليكم بريك ايش يعني بريك بريك لما تكون فعل بمعنى يكسر بوم يكسر بريك ولما تكون اسم معناها بريك طبع يعني ياخد بريك يتوقف فسحة او عطلة بوز اه بريك خلنا ناخد بريك لما بنقول بريك داون عارف اشتار معناها معناها يتعطل يتعطل ايش اه والله ولك مايكا بروكن داون او بروك داون اه بريك داون معناها يتعطل شغلة تعطلت من يكسر بريك لبريك داون يتعطل اخر ثلاث ايش يعني كول كول يعني يتصل كفعل او كول اتصال اسم طيب انا بقول كول باك ممكن تحذروا هذي مش صعبة كتير كول باك يعاود الاتصال اذا كول باك معناها يعاود الاتصال اذا مش واضح الخط لقلم الجديد محمد نكون اكتبكم ايها تحت اذا كول باك هو يعاود الاتصال طبtr حدق لدي اخرتين كم وفايند كم يشعني كم يجي كم يجي لما واحد بقول لما بنقول كمباك تعال تعال ارجح 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 تعال كمباك كمباك يعني تعال انت بتقول لم امك حاجات وتقول لابوك حاجة وببعتك هو وانتي رايح تجيبها بنتقعد ترغي بينك وبين حالك فأقولك تعال 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 أرجع تعال تعال تعرف انه عاد حيخرب بيتك أرجع تعال 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 يعجع إذا come back عود أو أرجع معناها أيش come back يعود أو يرجع هاي معنى come back آخر واحدة find إيش يعني find find يعني يجد بلاقي الشغلة I find I will find it رح ألاقيها find يعني يجب بس أنا بقول out بعدها find out إيش بتصير find out يكتشف يكتشف الأمر إيش بتقول إنت بخبّع علي if you hide something from me I will find out I will go find out يعني رح أكتشف إذن هي عبارة عن أفعال بيجي بعدها إما حال زي off و up و with و out أو بيجي بعدها حرف جر زي باقي الحروف هدول فبدي غير المعنى زي ما أنا ممكن أخذ مثال إذا بدي أخذ الاثنين مع بعض look up to look up to يعني أنا look up look up in the dictionary ابحث عن شغلة I look up to it I look up to see you مثلا إلى آخره إذن هذن هي الـ phrasal verbs طبعا أعدادهم كبيرة أوه كنتش فيه أعداد وفي بعضهم ممكن تحذرها زي مثلا والله give back زي come back زي call back هذا الممكن تحذرهم وفي بعضهم ملهومش دخل في بعض زي مثلا بيختلف الفعل نهائية زي find out زي كلمة مثلا pass the way مختلفة كتير give up مختلفة كتير في كتير بكتير صعبي وإذا ما نروش عليكم تعرفهم الطريقة الوحيدة أنك تعرفهم أنه أنت تحاول تكتبهم في الورقة والقلم وتحاول تربط كل واحدة بصورة أو بحاجة في رأسك هذا أسهل حاجة تسأل عليك رح أبعد أنا على الشاشة لكي أنت تأخذ صورة من هذا اللي احنا عملنا وراح أرجع لكم بفيديو تاني نجيب أفعال تانيين ونحاول أخلي لكم إياها مثل حزيرة ونروع على جوجل أنت من عندك أعطيني واحد أنا ما كتبتوش هنا ونتظرنا بحلقة جديدة كمان من الفريزة الفيربز وما تنسوش تستنونا وتيجوا تتابعوا معنا على الإنستغرام وتليجرام على التليجرام نعمل لايف تدريب محادثة مباشر سأحطي لكم أكثر مرة اقربنا على التليجرام هي سبيتا ميديا محمد رح أحطي لكم اسمها تنضمو لنا مراكم قريبا اشتركوا في القناة